كل يوم من ايام صباح النور بيبقى فيه فقرة مميزة خاصة باليوم ده يوم الثلاث بيبقى فيه فقرة خاصة قوي بالناس ليه سميناها مع الناس؟ لانه الضيوف بيبقوا فيها او اهتمامنا الاجبر فيها بيبقى عن الناس اللي عندهم موهبة اللي ربنا مديهم حاجة بيحبوها واصروا خلال مشوارهم وخلال سنينهم اللي عايشينها انهم ينموا الموهبة دي لانه مش كل الناس عندها مواهب بتصر وتصمم على انها تنمي الموهبة دي زيها بالضبط زي اللي كنا بنتكلم فيه في بداية الحالة انه ربنا بيبقى مدينا فضايل فبنتاجر بالوزنات اللي ربنا ادها لنا نفس الكلام عن المواهب اللي تبقى عند الاشخاص فيه ناس بتبقى عايزة تمشي طريقها صح والناس بتبقى عايزة تكمل مشوارها وتكمل وتكبر الحاجة لربنا الدالة والناس بتقول لا مش مهم اصل دي حاجة يعني فرعية احنا النهاردة معينا موهبة جميلة جدا بنوتة صغيرة حبت قوي انها تعزف على آلة طبعا هنتكلم معاها ليه الآلة دي بصفة خاصة هنتكلم اكتر عن دراستها اثرت عليها بالسلب ولا بالاجاب انها تدرس موسيقى حابين نتكلم دلوقتي مع ديانا صبحي ديانا زيك دميانا دميانا اخبارك ايه الحمد لله كويسة او تمام وليلي عندك كم سنة عندي 12 12 شكلك اصغر من كده شوية ها عندك 12 طيب وليلي انت ليه اخترت الكمان حستها يعني حستها ليه قريبة علي قوي من قلبي بس عشان تحسيها انت لازم تبقي جربتيها او خلق يعني انت شكلها عجبك فقلتي انه او يعني صوتها عجبك طريقة المسكة بتاعت الكمان نفسها قولي لعجبتك فقلتي ان انا عايزة ادرس دي او صح كده انت اصلا بتدرسي ايه او في سنة كام انا انا في قولعدادي قولعدادي طيب بدأت بقى دراست الكمان من امتى بقى ليه سنتين سنتين طيب في خلال بقى السنتين دول احكيلي كده اولا عن ازاي طورتي نفسك في الالة اول مرة رحتي علشان تتعلمي الكمان كان ايه رد فعلك ومن سنتين لغاية النهاردة اتعلمتي ايه جديد وعملتي ايه خلال السنتين دول بصي وانا في الاول رحت سنتر اسمه سنتر شاية السعادة كان بيديني مستر اندرو ومازالي يعني فطبعا قولت اني اول مرة دي كانت صعب عليها شوية اني اول مرة اتعلم بقى امسكها ازاي وانا امسكيها ازاي كانت اول الالة اصلا تمسكيها كانت اول الالة اه يعني انتي ما تعلمتش ولا الالة قبل كده لا تمام بس بعد كده بقى بتاريت اخذ بقى في حفلات كان بعد كده بعد شوية تقريبا بعد سنة دخلت اوركسترا اوركسترا من النور وهي في حفلة كمان اسبوع يعني يوم عشرين تلاتة في حفلة حلوة قوي طيب عايزة برضو اعرف في الاول انتي ايه اللي حستيتي صعب و ايه اللي حبتيه في الالة وقلتي لأ انا حب الجزئية دي فانا هكمل فيها هي مسكتها صعبة جدا يعني مسكتها وكمان عشان تطلع صوت كويس ده صعب اه لكن هي يعني كائلة هي حلوة وكانت تسحنينة كده ورية كده بتمسكيها ازاي هي مسكتها كده يعني الحركة الايد دي نفسها صعبة اه انك تحطي صعوبة على الاوتار اه بطريقة كل وطر بكل مكان في الوطر بيبقى ليه طوم مش كده اه طب قوليلي انتي الكمان نفسها قبل ما نعزف كمان نفسها الالة نفسها مقسيت اه صح كده فيه اربعة تربع اربعة تربع اه اللي هي كبيرة اه يعني دي اكبر حاجة الاربعة تربع اه تمام وبعدين فيه تربع اللي هي دي اللي هي صغرين شوية بعدين فيه نص بعدين فيه طم اه مقسيت اه ده على حسب طول دريعك اه مش كده على حسب الدريع بيرتاح علي تمام بتحتاج بقى لما انتي بدأت تتعلميها وبدأت بقى تسمع المدردين بتوعك لكل الناس بتحتاج مسلا شروط معينة بتحتاج شكل صوابع معينة يعني اسمع مثلا انه في البيان او في الكيبورد بيبقى محتاج ان الصبعة تبقى طويلة محتاج حاجات كده معينة الشروط معينة فيًا بتبقى محتاجة برضو فيه شوية حاجات كده تبقى موجودة فيك انتي بسي وانا اسمعت ان محتاجة الصبع رفاياها بسي يعني انا هي صبعة تخينة وعادي لأ مش تخينة ولا حاجة ماشي طيب أنا عايزة أعرف بقى دلوقتي بابا وماما بيقولوا لك إيه على موضوع أنك تتعلمي موسيقى مع دراستك أما في الأول ما كانش مصدقين بس بعد كده بقى لما لو إني بتطور لا بقى ينفرحانين وشايفين أما مش مصدقين ولا مش مشجعين لا مشجعين جدا بس مش مصدقينك حتكملي في الأول يعني في الأول خالص ما كانش فيه حد في العيلة بيعمل كده تمام فكانوا مش مصدقين بعد كده بقى ابتدى موضوع بالذات يعني هم أهلي تقريبا بالذات يعني هم المشجعين عن موضوع ده طب حلو قوي طب قولي لي بقى أنت بتتمرني كم يوم في الأسبوع مرأة يوم في الأسبوع يوم واحد في الأجازة أو في الدراسة أو أكيد أنت عندك يعني هم أنا برضو عارفة أنه اللي بتعلم آلة معينة بيبقى الأحسن أنها تبقى موجودة عنده في البيت أو مش كده طيب قولي لي بقى بما أنه الآلة اللي أنت بتحبيها وتحبي صوتها وتحبي مسكتها بتتعلميها كل يوم بتعلمي في حاجة جديدة وإنت بتشتغلي عليها في البيت كده ما بتعطلقيش عن الدراسة بابا وماما ما بيقولكيش لأ أعودي ذاكري شوية وبعد كده بقى أعزيفي لأنتي عايزاه يعني ما بتحسيش أن انجزابك لها هي أكتر من الدراسة؟ يعني ساعد ساعد أه بس يعني بتبقى أكتر الدراسة يعني لما بخلص مثلا مادة أو كده في البريك بعض درعب عليها بعد كده بابتدي مادة تاني تمام لكن هي بقى يعني أنا بقى عايزاكي قبل برضو ما نسمع منك حاجة عايزاكي تقولي لكل بنت أو ولد في سنك دلوقتي اهتمامهم كله بالموبايل واهتمامهم كله بفكرة الفيسبوك والألعاب على الموبايلات وإلى آخره عايزاكي بقى تقول لهم أو تديهم أنت كلمة إنه لأ الموسيقى حاجة مهمة وأهم كتير من أي حاجة ليها علاقة بالإلكترونيكس مش أعرف بس هي أحسن طبعا من الموبايلات بتطلع عندك طاقة؟ اه يعني مثلا لو أنا زعلانة مثلا بقى بعزف عليها شوية مثلا حاجة حزين كيه بتهديني زعلان؟ اه طب ما تسمعينا حاجة موسيقى 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 المترجم للقناة 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 بجد عليهم. شكرا طبعا لبابا وشكرا لماما وانا بطلب منك بقى يعني بما ان انت قلت او الكلمة اللي قلتها وقلت كلمة شكرا انا بطلب طول الوقت تفضلي تشكريهم طول الوقت لانه لما تكبري شوية وحتحسي قديهم عملوا معاكي حاجة كبيرة قوي هم هيحتاجوا منك انك تبقي مقدارة ده لانه هم هيفرق معهم موضوع قوي وهيبقوا مبسوطين بيك لانهما فعلا بابا وماما اكتر ناس في الدنيا بيحبوكي واكتر ناس في الدنيا عايزينك احلى واحدة في كل حاجة طبعا عارفة يعني انا بشكرك ومبسوطة بيكي جدا ويا رب يعني لو انا قدر اجي احضر الحفلة بتاعة يوم عشرين مارس دي انا هكون موجودة عشان انا فعلا مبسوطة بيكي امتي موهبة جميلة وان شاء الله تبقي معانا مرة جاية تبقيك كبرتي كمان شوية واشوفك احسن شكرا جدا يا دميانا نورتيني هنخرج مع حضراتكو لفاصل اخير في حلقتنا النهاردة ونرجع مع فقرة الصحافة والدنيا فيها ايه جولة في الصحف المصرية والصحافة التحليلية بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة